سريعا إذا أن حدثنا عن المعتقلين. يمكن لحركات التي لا معتقلين أن تقدم أشياء للخروج. على مستوى الاستراتيجي البصري نحن نتكلم في إطار آخر. حل الأزمة المصرية هو التوافق ما بين النواة المجتمع الصلب والجيش. الأخوان المسلمين في مجتمع سبيكة. يعني وليسوا شريحة في المجتمع. والجيش مؤسس للدولة المصرية. المراجعة التاريخية الحقيقية هي الأمل لأن يكون مستقبل مصر مختلف عما نحن عليه الآن. ونتكلم عن صراع الأفيال. دول الأفيال الكبار في الصراع. اللي سنجي بالأخرى يمكن احتواءها بدرجة من الدرجات أو بمشاركتها. إذا الأفيال وصلت إلى حال أن العقلنا تمكن أن يكون المصرح قادرة عن أن يحمل هم المصريين كلهم.